بسم الله الرحمن الرحيم تابع الوحدة السادسة تخصيص التكاليف من مقرر محاسب التكاليف وإدارية واحد. هنبدأ في أمثلة تطبيقية. مثال واحد على طريقة التخصيص الإجمالي بفرض أن إحدى المنشآت الصناعية تتكون من مركزي إنتاج ألف وباء ومركزي خدمات سين وصعد. وقدمت إليك البيانات التالية أعطيني بيانات عن الأربع مراكز. ألف وباء دول اللي هم مراكز إنتاج مراكز إنتاج وأعطيني بيانات عن سين وصعد اللي هم مراكز خدمات بالنسبة للتكاليف الغير مباشرة الخاصة بكل مركز. ألف 24 ألف ريال باء 16 ألف ريال سين 9000 ريال. صعد 4000 ريال. فإذا علمت أن تستخدم الشركة الطريقة الإجمالية لطريقة التوزيع الإجمالي أو التخصيص الإجمالي في توزيع تكاليف مراكز غدمات على مراكز الإنتاج بلغت نسبة الاستفادة لمركز الإنتاج ألف 40% نسبة استفادة ألف 40% والباقي لمركز الإنتاج باء. طبعا الباقي من المية في المية. يبقى الباقي 60% ده هيكون نسبة استفادة باء المطلوب إعداد قيمة توزيع تكاليف مراكز الخدمات على مراكز الانتاج حل المثال واحد على طريقة التخصيص الإجمالي تمهيد الحل في طريقة التخصيص الإجمالي بنجمع تكلفة مراكز الخدمات كرقم واحد ويوزع مرة واحدة على مراكز الانتاج فبنجيب مجموعة تكلفة مراكز الخدمات 9000 كانت تكلفة مركز الخدمة 10 والـ 4000 كانت تكلفة مركز الخدمة صاد مجموحهم 13000 المجموعة يوزع على مراكز الانتاج كرقم واحد اللي هم ألف وباء يوزع مرة واحدة عليهم بنسبة الـ 40% وكان الباقي الـ 60% استفادة باء يبقى نسبة التوزيع كانت 40% المركز ألف يبقى الباقي اللي هو 60% مركز باء يبقى نصيب مركز الانتاج ألف كام الـ 13000 اللي هي مجموعة تكاليف مراكز الخدمات في الـ 40% يبقى 5200 ريال نصيب مركز الانتاج باء نفس الـ 13000 بس في 60% يديني 7800 وهنا قيمة التوزيع نحطها في شكل الجدول التالي الجدول عمود للبيان بعد كده مراكز الانتاج كان عندي ألف وباء مراكز الخدمات الانتاجية كانت سين وصات ونضيف عمود مهم جدا اسمه أساس التوزيع الأساس اللي وزعنا بنسبته كان عطيني التكاليف الغير مباشرة الخاصة بكل مركز الـ 24000 ألف 16000 باء 90000 أربعة تلاف صعب أساس توزيعها إيه؟ إحنا موزع نهاش الأرقام دي جات متوزعة جهزة بدأ بند خاص جاي خاص بكل مركز بعد جده توزيع إجمالي تكاليف مراكز الخدمات بنجمع التسعة تلاف والاربعة تلاف زي ما عملنا في تمهيد الحل ومجموحهم 13000 المجموح ده يوزع مرة واحدة على مركزي الإنتاج ألف وباء بنسبة 40% و60% ده أساس التوزيع بعد ما ضربنا 13000 في 40% جابت 5200 وضربنا 13000 في 60% 7800 ونجمع الأرقام اللي اتجمعت في ألف يبقى مركز الإنتاج ألف مجمالي تكاليفه الـ 24000 زائد 5200 29200 مركز باء الـ 16000 زائد 7800 23800 وده خلاص تصفر لأن الأرقام اللي كانت هنا في الخدمات تتوزعت على مراكز الإنتاج تتوزعت مركزي إ Baron